اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لقائمة الفرق المشاركة في دوري أبطال آسيا بنعطيكم نبذة عن الأندية اللي بتشارك في سواء غرب القارة أو شرق القارة في النسخة القادمة من دوري أبطال آسيا اللي رح تكون بدايتها في شهر مارش القادم من عام 2013 ورح تكون القرعة يوم الخميس بعد بكرة إن شاء الله بداية برنامج الجولة اليوم أذكركم بأرقام التواصل اللي حابي تواصل معنا STC 844 48 STC 844 48 موبايلي 630 590 موبايلي 630 590 732 222 بقولها مرة ثانية STC 844 48 STC 844 48 موبايلي 630 590 موبايلي 630 590 733 22 22 22 دولي زين سعودي المحترفين اليوم رح تكون طبعا ثلاث مباريات رح يكون فيه طبعا اللي هو السبوع 14 الدور الثاني في مباراة الشعلة والأهلي في مباراة الاتحاد والرايد ومباراة الهلال وهجر مباراة الشعلة والأهلي رح تكون في الخرج ومباراة الاتحاد والرايد أكيد رح تكون في الشرائع في مكة على أرض الاتحاد ومباراة الهلال وهجر رح تكون في الرياض ترتيب فرق دوري زين حتى الآن الفتح في المركز الأول ب32 نقطة في المركز الثاني الهلال 29 نقطة الشباب في المركز الثالث ب29 نقطة أيضا لكن من 14 مباراة يعني الفتح والهلال أقل من الشباب بمباراتين في المركز طبعا الرابع والنادي النصر ب23 نقطة من 12 مباراة يعني أكثر فريق لعب الآن هو طبعا النجران والشباب أكثر فرق لعبين الآن في دوري زين ب14 مباراة وأقل فريق طبعا لعب مباريات حتى الآن هو النادي الأهلي ب10 مباريات نبدأ موضوع سعود كريري وعقد سعود كريري ورح نتكلم عن وكيل أعماله ناصر النعيمي القطري ورح نتكلم على يعني وش اللي قاعد يصير خلف الكواليس الموضوع وما فيه أن اللاعب كان على فترة اللوء محمد بن داخل أيام طبعا رئاسته الفترة السابقة وقع عقد مع إدارة محمد بن داخل اللي هو سعود كريري وقت ما انتهى اللاعب أنا بجيب لكميها من الأول وبكل بساطة ووش اللي صار في العقد حق سعود كريري ووش اللي ممكن يصير الآن بداية بعد ما انتهى عقد سعود كريري ووقع عقد جديد مع محمد بن داخل لفترة جديدة لكن بعد ما استقال محمد بن داخل من منصبة الإدارة المكلفة كانت برئاسة أيمن نصيف ألغوا العقد حق سعود كريري اللي كان مع محمد بن داخل وسووا عقد جديد وأضافوا لها البند اللي طبعا كل الناس قاعدين يتكلمون عنه أنه يقدر اللاعب يفسخ عقده إذا ما استلم حقوقه في فترة محددة من نادي الاتحاد هذا باختصار ووش الفرق بين العقدة الأول والعقدة الثانية كان في عقد لللاعب مع إدارة محمد بن داخل وتم طبعا بعد ما استقال محمد بن داخل طبعا عقدة الأول مع محمد بن داخل هذا ما كان فيه البند اللي هو يحق لللاعب أن يفسخ عقدة لكن بعدين بعد ما استقال محمد بن داخل ألغوا العقد هذا مع أي من نصيف وأي من نصيف هو طبعا يسوى العقد الجديد ومن ضمن العقد هذا اللي هو البند الخاص بالسعود كريري أن يحق له الفسخ على العقد ويقول طبعا الخبر أنه الخاص في برنامج الجولة أتت الإدارة الجديدة وعضافت على العقد أنه قبل موعد استلام الدفعة بشهر يبلغ يبلغ اللاعب إدارة النادي ولجهة الاحتراف ولا يعتبر البند لاغي شهر ثمانية ما رفع قبله خطاب لأنه كان موعود بالمبلغ يعني اللاعب كان مفهوظ يرفع خطاب قبل شهر ثمانية لكن ما رفع لأنه كان موعود بمبلغ لكن قبل شهر رفع خطاب لحفظ حقوق دفعة شهر نوفمبر هذه رح نتكلم الآن بالنسبة لللاعب وبنود الاحتراف طبعا بنود الاحتراف تقول أنه اللاعب ما يقدر يفسخ عقده مع نادي إذا كان في منتصف الموسم لازم نهاية الموسم حتى لو العقد هذا موجود أنا بيكرلمكم الآن على لاحة الاحتراف ويش تقول لاحة الاحتراف تقول أنه حتى لو هذا البند موجود البند ما هم موجود ما يحق لللاعب أن يفسخ عقده مع نادي في منتصف الموسم يعني هذه طبعا موجودة في لاحة الاحتراف موسيقى المادة 16 من لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين ويش تقول قيود على إنهاء العقد خلال الموسم لا يمكن هذه طبعا المادة رقم 16 من لائحة أوضاع اللاعبين بالفيفا ويش تقول أنه قيود على إنهاء العقد خلال الموسم لا يمكن إنهاء العقد من طرف واحد خلال الموسم يعني الآن سواء كان حتى لو نادر اتحاد يبغى انه يفسخ العقد ما يجي يفسخ العقد مع سعود كريري كذا في وسط الموسم يقولك لا والله في بند البند هذا موجود او غير موجود حتى الآن حنا نقول البند موجود مع سعود كريري في عقده لكن ما يحق له انه يفسخ العقد هذا خلال الموسم المادة 17 من لاحظة وضاع اللاعبين بالفيفا عواقب انهاء العقد بدون سبب عادل وطبعا تطبق الشروط التالي في الحال انهاء العقد بدون سبب عادل من لاحظة الاحتراف السعودي ولاحظة اوضاع اللاعبين بالفيفا الوكيل اعمال اللاعبين اللي هو ناصر النعيمي ناصر النعيمي هو وكيل طبعا هو قطري وطبعا الحديث تقول طبعا ناصر النعيمي انه موقوف من الاتحاد القطري وفيه طلع طبعا الآن وسائل العلام تداول يقوله كذا كان هو موقوف من الاتحاد القطري هل يوقف حتى خارج قطر يعني كوكيل اعمال اللاعبين ولا لا هذه لسه يعني رح نتكلم عنها بعد شوي ورح نعرف ويش المفروض يصير فيها وهل الوكيل الأعمال اللاعبين موقوف بس في قطر ولا ما عنده مشكلة ويكون عليه تعميم في كل الدول مع كل اللاعبين سواء قطريين أو غير قطريين نكمل باقي الموضوع طبعا اللي يهمنا في الموضوع هذا حق سعود كريري الآن ووكيل الأعماله الآن تحديدا معروف أنه باقي على عقد سعود كريري ما انتهى وما تم الرفع للجنة الاحتراف عشان يفسق عقده يعني اللاعب لا يزال اتحادي وحن في منتصف الموسم ممتاز الآن الوكيل الأعمال السعود كريري طالع يصرح ويقول أني أنا جايني عارضين أو متفق ومجهز عارضين من نادي سعودي ومن نادي قطري بسعود كريري طبعا أنت علي أساس أنك أنت يعني هذه لائحة الاحتراف هذه فيها عقوبات على الوكيل الأعمال اللاعبين وعلى اللاعب نفسه إذا أنت قاعد تتفاوض مع طرف ثالث غير نادي اللي ينتمي لها اللاعب معناته أنت خالف لأنظمة الاحتراف وأنظمة الفيفا فهذه راح تسبب مشكلة حتى الناصر النعيمي لللي يبي يلاقي مشكلة لكن اللي يبي يتغاضى أنتم عارفين عدنا ما يحتاج أقول لكم يقول طبعا أن نشرح لكم إياها بالإضافة إلى الإلزام بدفع التعويض يجب كذلك فرض عقوبة رياضية على أي لاعب يثبت إخلاله بالعقد خلال الفترة المحمية هذه الأشهر عن المشاركة في المباريات الرسمية وفي الحالات المشددة تكون عقوبة الإيقاف ستة أشهر وفي كل الأحوال يجب أن يبدأ سريان هذه العقوبة الرياضية مع بداية الموسم التالي لدى النادي الجديد يعني الآن اللي بنوصل لكم إياه لو أثبت طبعا وثبت على وما في أتوقع أن يثبت أكثر من اللي قاله يعني وكيل أعمال اللاعب أنه عنده عرضين وأنه طبعا جاهز العروض يعني معناته هو قاعد يتفاوض مع عندي ثانية وإلى الآن سعود كريري ساري عقدة مع نادي الاتحاد وكيل أعماله واللاعب قاعدين يتفاوضون مع عندي ثانية هذه فيها عقوبات إيقاف لأن هذه تعتبر فترة محمية لأنه في منتصف الموسم واللاعب حتى ما رفعوا والمعلومية حتى في برنامج الجولة اليوم أقولكم إياها إلى الآن لا وكيل أعمال اللاعب ولا اللاعب رفعوا خطاب لجنة احتراف لأنه لجنة احتراف ما وصلها أي شيء حتى موعد بدء برنامج الجولة يعني هذه فيها عقوبة على وكيل أعمال اللاعب وعلى اللاعب أي شخص مسؤول في نادي أو وكيل أعمال أو لاعبين أو غيره خاضع للنظام الأساسي ولوائح الفيفا يأتي بسلوك يقصد به التحريض على الإخلال بالعقد الموقع بين المحترف والنادي بغرض تسهيل انتقال اللاعب يجب أن يعاقب هذه كلها في اللوائح يا جماعة أنا ماني بقاعد يقوله ماني دخل بقى في الاتحاد ولا راح الهلال ولا راح النادي خطري يعني الآن وكيل أعمال سعود كريري قاعد يحرض اللاعب أنه يروح مثلاً وهذه اللاعحة ويش تقول أنه أي شخص سواء كان مسؤول في النادي أو وكيل اللاعبين أو اللاعب نفسه خاضع للنظام الأساسي ولوائح الفيفا يأتي بسلوك يقصد به التحريض على الإخلال بالعقد الموقع بين المحترف والنادي بغرض تسهيل انتقال اللاعب يجب أن يعاقب هذه من لواحة الاحتراف يعني اللي وصلكم إياه في النهاية قبل لناخد مداخلاتكم وأيضاً بنتكلم على نصر النعيمي ويقاف عضويته كوكيل أعمال اللاعبين وغيره من المواضيع اللي بوصلكم إياه الآن أن سعود كريري ما يحق ليفسخ عقده مع نديل أنه نظام لائحة الاحتراف تقول أنه ما يحق لأنه يفسخ العقد في منتصف موسم هذه واحدة حتى لو كان فيه عنده أنه طبعاً البند في عقده يقول أنه يحق لأنه يفسخ عقده مع نديل ما يحق ليفسخ عقده مع نديل حسب اللائحة في منتصف الموسم هذه واحدة هذه اللائحة تقولها بالنسبة للوكيل أذكر برقام التواصل عندنا تخبيص سواء من اللاعبين أو حتى وكلاء اللاعبين أو حتى العقود وضعنا مختلف هو عموماً وش اللي دائم يصير ما حق لللاعب مباشرة أنه هو من عنده والله بفسخ هذه لا هو يرفع طبعاً طلب بما أنه سوزة لاعب أجنبي رفعها للفيف مباشرة ما يروح للاتحاد الأهلي لكن عندنا بما أنه اللاعب لاعب سعودي يرفعها للاتحاد السعودي هنا هذا الاختلاف الآن بالنسبة للسوزة طبعاً أكيد أنه وكيل أعماله رجل محترف وفاهم وعارف وأكيد أنه وش اللي بيسويه أكيد أنه بيكون كل بند معروف وواضح وصريح أنا أروح للفيفا وأفسخ العقد بالطريقة وبالبند اللي أنا أشوفه طبعاً حقوق اللاعب واضحة لكن عندنا وش ليش عندنا ما يقدر اللاعبين والأندي يخافون من بعض لأنه النادي مخبص واللاعب يخبص أكثر من النادي وفيه أكثر من عقد وأكثر من بند غير البند اللي حنا نخترعها فأكيد أنه الوضع مختلف تماماً عن وضع سوزة لأنه سوزة لعب أجنب يرحل فيه فمباشرة واللاعب طبعاً مثل سعود كرييري بيرفع الاتحاد السعودي ولجنة الاحتراف فأكيد تقعد تدور ويشكلون لجنة ولجنة يشوفون البند اللي أضافوه طب والعقد اللي كان قبله مع محمد بن داخل ويش صار عليه والعقد هذا ويش البند طبعاً بنود من عندنا حنا نخترعها هذه كلها الأمور في البرازيل وأمريكاً اللاتينية وفي أوروبا تختلف الأمور بالشكل كبير جداً بجيكم لموضوع اللي هو طبعاً بش اسمه؟ ناصر النعيمي ناصر النعيمي هو موقوف داخل قطر موقف عضويته موقف لمدة سنة راح منها ستة عشهر باقي ستة عشهر المادة رقم 32 من لا أحد وكلاء اللاعبين ويش تقول؟ تقول أن يعتبر الاتحاد الأهلي مسؤولاً عن فرض العقوبات فيما يخص التعاملات الداخلية يعني التعاملات الداخلية داخل قطر لأنه قطري ناصر النعيمي كما أن هذه المسؤولية لا تحول دون قدرة لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم على فرض العقوبات على وكيل اللاعبين حيال إجراءات انتقال داخلية يعني اللي بتكون العقوبات داخلية أيضاً ضمن اتحاد أهلي غير الاتحاد الذي قام بإصدار رخصة وكيل اللاعبين يعني لو يقدر ناصر النعيمي حسب اللائحة والمادة رقم 2 من لائحة وكلاء اللاعبين أنه يقدر هو يزاول نشاطة خارج قطر إلا إذا في حالة واحدة إذا رأت الفيفا أن الموضوع مرة كبير والمشكلة مرة كبيرة يعممون على كل الاتحادات أنهم يتعاملون مع وكيل أعمال اللاعبين هذا لكن إذا شافوا أنه يكون ممكن مخالفة تكون بسيطة وممكن يتحاد القطر يأوقف وكيل اللاعبين يوقفون محلياً في قطر لمدة سنة وانتهى الموضوع هذا اللي صاير مع ناصر النعيمي عشان الناس كلهم يقولون موقوف ما يحق له موقوف لا يحق له إذا ما طبعاً الفيفا عمموا بصراحة أنا أقول لكم إياها أنا عجزت أوصل للفيفا نحن نعرف هل هم معممين على ناصر النعيمي ولا لا هذا يخلي نادر الاتحاد ممكن يدور عليها يشوفون الموضوع أكيد أنه يهمهم ناخذ اتصال قبل ما نكمل باقي مواضيعنا محمد فضل محمد السلام عليكم هلا ابنهار سعد المساكل سعد المساكل حياة كلها فيه صوت فيه صوت ثاني معك لا الحين ما فيه صوت تفضل محمد العجمي صح نعم ونعم نعم بالنسبة لسعود كاريري يعني أنا اللائحة اللي انتقريتها الآن والمود انتقريتها يا ابو نهار يعني أنا ما شفت أي لائحة أي بند من اللائحة يخدم اللاعب كلها في خدمة النادي يعني ما فيه أي ضمان لحق اللاعب يعني ما يضمن حق اللاعب إلا إذا رفع لجنة الاحتراف الاتحاد الأهلي هذا هذه النقطة كيف مرة ثانية تعيد معلش محمد؟ أنا أقصد أنه انت البنود اللي ذكرتها في اللائحة فيما يخص موضوع سعود كاريري أنه جميع البنود اللي ذكرتها تخدم نادي الاتحاد فقط يعني في الموقف اللي حاصل الآن تخدم موقف نادي الاتحاد فقط ما تخدم سعود كاريري يعني سعود كاريري ما رح يحصل حقه بهذا الخصوص لأنه ما يحق لها يفسخ العقد بأي شكل من الأشكال إلا لجنة الاحتراف هي اللي تقدر تفسخ العقد هذا صحيح بس في نقطة مهمة محمد يعني شوف أنا بقولك الناس يخلطون بعض الحيان بين لائحة الفيفا وبين اللائحة الداخلية مثلا يعني يقولك مثل موضوع الرواتب يقدر مثلا لاعب إذا كان أجنبي يروح للفيفا على طول ما رح يروح للاتحاد السعودي أو لائحة الداخلية صح أو لا؟ فعندنا مثلا لائحة الداخلية قل لك ما فيه شي ياسما ثلاثة رواتب تفسخ عقدك يعني هذه ليست موجودة في اللائحة الداخلية LEY�� يقولك إذا لعبت أقل من 10 % من إجمال المباريهات كلاعب سعودي يحق لك يعني إذا رجعت للائحة الداخلية يقولك يحق لك تفسخ عقدك لكن ثلاثة رواتب يقولك میحق لك ولا أنت عارف يعني كل الأندع عندنا عادية لا يعني في جميع اللواحة ابنهار أنا اللي أعرفه في جميع اللواحة أنه يكون فيه بنود رئيسية من الاتحاد الدولي يفرضها على الاتحاد الأهلي وفيه بنود اختيارية صحيح يمكن يقدر يعدل فيها يقدر يعدل فيها لكن فيما يخف تعديل العقد من إدارة محمد بن داخل إلى إدارة أيمان نصير هذه صراحة أنا أول مرة أسمع عن نوع سعود كريري غير وأنا ما قمت اللائحة أعتبر هذا الإجراء خاطئ يعني ما يختلف عليه أنه هو قصدك العقد اللي تم إلغاؤه أيمان محمد بن داخل وبعدين عقد جديد هذه متأكدين منها ما يبيل أذكره أنا كانت في اتفاقية ملزمة بواحد ثمانية بتسليم ثلاثة مليون وسلمها سعود كريري في ذاك التاريخ يعني هذا البندل اللي أذكر كان في العقد مسألة تغيير العقد واضحة أصلا لا يحتاج أنك ترجع لأي نائحة الموضوع غير مقبول أنك تبدل العقد من إدارة لإدارة يعني تقول أنها مخالفة أكيد واضحة أنها مخالفة لأنه لو فرضنا أنه كم مرة إدارة على نادي التحدي خلال ربع سنوات لو أبقى على ربع سنوات معناته وصل لخمس عقود الأكار بيقعد يبدل كل إدارة بيبدل العقد أبس أنت مثلا تشوف أنه إذا مثلا ألغوا العقدة الأول وراحوا للعقدة الثاني وكملوا المدة وزودوا عليها مثلا هذه وش نسميه؟ أشكالية تسبب لك أشكالية الموضوع يعني أبس تبقى كلامك موضوع الهلال اليوم مبارات الهلال بصراحة أنا متفائل جدا بعد كلام المدرب كنبوريش اشترام للفريق يعني للفريق المنافل صراحة يعني الهلال المرأة الأخيرة واضحة ملاحة صاير يفرض نفسه على رضية الملعب على الخصوص صاير هو اللي يمتلك الكورة ويفرض أسلوبه داخل الملعب إلى الآن الواقف قدام أستاذ مكفهد أتمنى صراحة أتمنى جمهوره يتواجد الآن بالدرة الهلال حيغيب عن الرياض 25 يوم بعد المباراة هذه يعني ما أدري شو أشتيك جمهوره هلال حيكون كيف يعني بعد ما يغيب الهلال 25 يوم عن الرياض ولكن للجمهور دائما دائما أنك كنت هلالي وتقول أنك كنت ما تقدر على غياب الهلال 25 يوم تشوف بصراحة جمهور نادي الهلال قاعد يأطي الهلال حقه خاصة في مدينة الرياض كيف جمهور الهلال قاعد يحضر المباريات وقاعد يأطي النادي أو الفريق حقه خاصة من جمهور الرياض بالنسبة للهلال جمهور الرياض مقصر تقصير خلال ثلاثة ساقته راحت يعني جمهور الهلال في الرياض مقصر صراحة مقصر بحيل أنا ما راح أتكلم عن نفسي أنا الله منك الحمد بحوالي 70 إلى 75% مباريات الهلال في الرياض لما أكون موجود أكون أحاضر في الملعب لكن بصراحة هذا يعني ما هو فعلا قدر الهلال عن جمهوره يعني ما أتوقع أنه جمهور الهلال راح يجعل الهلال يعني في الحضور طيب يا تكرافيا محمد العيد وشكرا لك للمشاركة اليوم يا تكرافيا هنا في خالد الغامدي خالد الغامدي وش يقول يقول ثامر ليه الحقد ده وش فيك حاط راسك بسعود كريري يعني والله يا جماعة الخير الماد أنا حاقد على محمد عيد وحاقد على سعود كريري كلما تكلمنا عن لاعب يقول لك حاقد عليه يا جماعة هذه الأنظمة واللوايح قدامك يعني والله صارت سالفة يعني خلاص نقفل مثلا يعني هذه موضوع وهذه فيه لائحة بس طبعا أكيد نادي على نادي يفرق كل واحد على مزاج إذا جيت على مزاج نادي بيقول لك إذا جيت عكس ويقول لك لا وانت حاقد لا بس هذه الأنظمة تقول ممكن أن هو اللاعب موجود طبعا البند هذا موجود عنده يقدر أنه يفسخ عقده بعد موافقة لجنة الاحتراف في السعودية في الاتحاد السعودي يقدر يفسخ عقده بسمتها بعد نهاية الموسم البند يقول أنه لا يحق لأي طرف فسخ العقد حتى لو فيه بند موجود أنه مثلا يفسخ العقد في وسط الموسم هذه لا يحق لا الاتحاد يقدر يفسخ عقد سعود كريري ولا سعود كريري يقدر يفسخ عقده معنادي الاتحاد حتى لو فيه بند يطلب هذا الشيء في العقد لكن في وسط الموسم لا يمكن هذه ما يبيله هذه موجودة في المادة فيه عندنا اتصال عصام شوي شوي عصام عليكم السلام هياك الله تفضل طولت علينا معليش سامحني يا صام معليش اليوم مع الدسمة تفضل أنا من يوم ترسلكم أخيرا اليوم رديت عليك لا والله زحمة اليومين الله عين الله عين عكس تفضل يا أخي وقف البوارد والله شوف نزلش يا أخي لا لا يطلع لا تنزل يا أخي يطلع أنا نزل في السوداء خاص مجاري عم نوّل نتنع سنة وعطفل عليكم طيب تفضل على السريع تفضل عشان نلحقه أنا عم كثير حطاجة على السيارة بس وتتكلمون بالنسبة للموضوع سعور كريري يطلع الحكومة بهذه طبعا ما يحق اللاعب أيوة ما يحق لللاعب إيه منجب ما يحق لللاعب منفوض أن اللاعب يعني عوضب لكم متأخرة منحق لللاعب أني طالب يعني ثوان بالنقل طيب ويعطيك العافية سام نشوف إذا فيه اتصالات ثانية في هنا رسالة أبو بسام يقول أمسي عليك وعنا متابع يعطيك العافية بتطرحه النفف بس والله ملينا من وضع الكرة سواء على مصر المحلي والخارجي وأكبر دليل مشاكل اللاعبين والأندية كيف نقدر نجيب بطولة لك طيب التحالي والله كيف نقدر نجيب بطولة تتكلم عن المنتخب السعودي هذه بتطول مع ريكرت بس إن شاء الله نقول له بطولة الخليج يمكن تصير الأمور أفضل ناخذ اتصال طيب نذكر بارقام التواصل STC 844 48 موبايلي 630 590 زين 732 22 ناخذ اتصال معنا أديب الحوار وكيل أعمال لاعبين هاي كله معنا استاذ أديب وكويس عشان تعطينا مرياتك حل اللائحة حالة يا أخي تامر الله يحييك حياك الله وسعيدين بتواجدك معنا في برنامج الجولة أنا أسعد يا أخوي وبالعكس أنا مبسوط لأن مثل هالأمور هذه توحي الشارع الرياضي بالنسبة لعقود اللاعبين يعني في البداية أنه لاعب مستحيل أن يوقع على عقدين لا إدارة سابقة ولا إدارة تجي إدارة ويتم إلقاء لأن العقود بعد ما توقع تصدق من قبل لجنة الاحتراف للاتحاد السعودي بعدها يعتبر العقد ملسم للطرفين حتى نهايته حتى نهايته ما يقدرون ينفوه للعقد يعني هذا تجاوز يعني نشوف مثلا من لجنة الاحتراف لا الصورة ما هي واضحة هل العقود التي توقعت من محمد من داخل رفعت للجنة الاحتراف ولا لا هذه نقطة إلا رفعت أنا كلام يعني بصراحة أنا أقول لكم إياها وكن واضح أنا كلمت محمد من داخل قبل أن أطلع البرنامج قال لي فيه طبعا أنا وقعت العقد وتم اعتماد العقد وكل شيء وبعد ما استقلت سووا عقد جديد وألغوا العقد الأول طبعا طبعا أي فيها تجاوز فيها تجاوز طبعا لأن هذا عقد ملزم ومصدق موسط من ثلاث نسخ الإدارة عندها نسخة ولجنة الاحتراف عندها نسخة واللاعب عنده نسخة يعني هذه فضيحة جديدة على التحاد السعودي طيب السادة أديب يعني أقول لك ياها بكل أمانة الآن إذا اللاعب طبعا المعلومات اللي عندنا تقول واليوم احنا طبعا تواصلنا مع اللو محمد بن داخل الرئيس السابق لنادر الاتحاد وحتى كان مسؤول الاحتراف في نادر الاتحاد وماجد المالكي في ذلك الوقت وقالوا فعلا أنه كان فيه عقد تم توقيعه مع اللاعب سعود كريري وتم طبعا اعتماد العقد بشكل رسمي وبعد استقالة محمد بن داخل تم الغاء العقد وصار فيه عقد جديد وأضيف لها البند اللي حق لسعود كريري أنه يفسخ العقد إذا ما أخذ فلوسها وفي نفس الوقت طبعا الأمور هذه واضحة وصريحة أنت وكيل العمل اللاعبين وعندك اللاعب حتقول هذا تجاوز ولا لا وبعد طبعا لأنه مر فترة من العقدة الأول اللي كان أيام محمد بن داخل تم اللي هو زيادة العقد لمدة موسم قادم العقد مدته ممكن يكون فيه ملحق عقد وليس عقد لا بس لو ملحق عقد ما يتم الغاء العقدة الأول صحة ولا لا 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 ما يتم ملقاء يعني كلام محمد بن داخل وأنا ما عارف بشي قاعد أقول محمد بن داخل قال تم الغاء العقدة الأول في وقت محمد أيمن نصيف اللي هو اللي كان المكلف وتم عمل عقد جديد هنا يعني هنا ما أنا أقول لك أن الأمور ما هي واضحة تماما لأن العقد ملزم طالما أنه موسط بنجلة الاحتراف ملزم لجميع الأطراف ولا يتم القاءة إلا موافقة جميع الأطراف وتصديق من لجنة الاحتراف في فترة التسجيل طيب أستاذ أديب أستغل وجودك معنا اليوم في برنامج الجولة بما يخص طبعا أنتم مزومة أكيد صعب أنك تتكلم على زمي لك في المهنة أتكلم على الناصر النعيمي إذا كان الناصر النعيمي يفاوض أندية أو يتفاوض مع أندية واللعب عقده إلى الآن ما أنتهى أو في وسط الموسم هذا تجاوز أيضا صح أو لا كوكيل العمال طيب أنا أتكلم عن حالة ما أتكلم على أشخاص لا تتفضل لا تتحدث كثيري ولا أستاذ نعرف يلا عطني عطني الحالة بس مشابهتك أيوة لا لا نفس الحالة هذه بس بدون ذكرة أسماع طيب عشان لا ندخل في حراجات معك طيب أيوة أحنا ما نتكلم على أشخاص قبل ما يدخل اللاعب ست شهور لا يحق للوكيل ولا اللاعب بمفاوضات طرف ثالث إلا بموافقة ناديه الأصلي وعن طريق ناديه الأصلي حتى لو البند موجود في العقد حتى لو البند موجود أي بند اللي هو اللقاء العقد أي ألغى العقد لا ما ألقي العقد العقد متى يلقي إذا تم اعتماد اللقاء من صاحب الصلاحية وهي لجهة الاحتراف صحيح فإذا ما تم الألقاء ما أقدر أنا أروح كناح وحفاوض نادي أو نادي فاوضني وأخذ الأعطي معاه إذا أنا ما عندي وكيل المفروض أنه أنا أقول للطرف الثالث هذا نادي الان اكس من الأندية اتفاوض معاه هذا نادي اللي أنا نادي إذا أنا وكيل أعمال أقول لهم إيش العرض حقكم وهذا النادي أتصل بالنادي النادي اللي يلعب فيه اللاعب وأقول له ترى جاني عرض لللاعب طيب أستاذ أديب الآن الآن بالنسبة أي وكيل أعمال إذا طلع وصرح وإلى الآن العقد ما ألغي من لجهة الاحتراف اللي هي الجهة المخولة صح أو لا وطلع صرح يعتبر هذا التصريح إدانة بالنسبة لها طبعا 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 وبعدين نطالب عقوبات الآن طيب تفضل طبعا هو فيه شيء اسمه أدبيات المهنة يعني أدبيات المهنة أنه أنا ما أصرح لأني أنا الطرف الطرف المفروض أكون مساعد لللاعب يعني ما أصرح إلا بعد ما تتم كل حاجة يعني أحيانا أنا أصرح وأصير سبب في انتكاسة لللاعب سواء في تجديد عقد أو في انتقال أو 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 فأنا أش جنيت هنا جنيت على اللاعب ما كنت عامل مساعد لللاعب طيب وفي الحالة هذه يعاقب الوكيل واللاعب ولا الوكيل فقط ولا من صرح حسب المفاوض على حسب المفاوض نعم حسب المفاوض إذا ثبت المفاوض يحاقب حسب لوائح لجنة الاحتراف عندنا وحسب لوائح لجنة الاحتراف الدولية يعطيك العافية أستاذ أديب وبصراحة أثريتنا اليوم في برنامج الجولة لابد يا أخوي نحن مستأدين لأنه عندنا مشكلة وعندنا خلل بصراحة في الاحتراف وحتى في فهم اللوائح وبنود اللوائح يعني ما عليش بدون تحديد أسماء أعمال كذا جهرا وقال إي أنا قاعد أتفاوض وإي عندي عرض من نادي فلاني والنادي فلاني معناته يا أنه ما عنده إلمام باللوائح وبنود الاحتراف وحتى باللوائح اللي هو وكالأعمال اللاعبين ونكب نفسه ونكب اللاعب إيوان إحنا لازم يعني نعرف نميز أو نعرف الوكيل الوكيل عامل مساعد رئيسي لتهيئة اللاعب للإبداع بس أستاذ أديب بعد التعارف عشان المشكلة أنه صار الكل الآن صار ياخذ رخصة يعني مفروض يكون فيه شروط أكثر صعوبة شوي عشان تقدر تاخذ رخصة لأنه بالطريقة هذه كل واحد كذا عنده لهم زاج يصير وكيل أعمال والله يشوف هي المشكلة مش بس في الرخصة ومش بس في الوكالة إحنا عندنا مشاكل كثيرة يا ثامر مشاكل السماسرة السعوديين اللي ما عندهم رخص مشاكل الأندية اللي تحب تفاوض اللاعب من غير معرفة الوكيل يعني عندنا مشاكل الوكالة اللي الداخلون على الوكالة الثانين يعني عندنا أشياء كثيرة أحنا تنقصنا البنية التحصية للعبار صحيح يعطيك العافي أستاذ أديب شكرا لك معنا الأستاذ أديب الحوار وكيل أعمال اللاعبين ابنة الألفاصل قبلها أذكر برقام التواصل ستسي ثمانية أربعة 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 ثمانية موبايلي ستمية وثلاثين خمسمية وتسعين زين سبعة ثلاثة اثنين وعشرين اثنين وعشرين يعني حسب كلام أديب الحوار وحسب اللأحة اللي موجودة قدامي المفروض الآن ناصر النعيمي بدل ما يكون حتى موقوف في قطر المفروض يكون موقوف في كل مكان والمفروض يكون فيه علاء عقوبات لأنه قاعد يتفاوض مع الطرف ثالث تبدون علم ناديه الأصل اللي هو نادي الاتحاد هذه هذه يعني ما يبيلها كلامي عقدة ظهر اليوم الخميس في البحرين الاجتماع الفني لمباراة الرياب والتي تجمع النصر والحد البحريني مساء غد ضمن بطولة كاسر الاتحاد العربي للأندية وتقرر أن يلعب النصر باللون الأصفر والأزرق في حين يلعب نادي الحد باللون الأزرق الكامل يعني كنا مباراة الهال ونصر تقرر غياب قائد الاتحاد محمد نور عن لقاء فريقه اليوم أمام الرايد لأسباب غير معروفة حيث لم يتواجد ضمن قائمة 18 اللاعب في لقاء اليوم كما أنه شارك في تدريب الأمس وبعد نهاية المران توجه إلى إدارة النادي لأسباب أيضا غير معروفة وذلك فقد تأكد أيضا غياب المواجم نايف هزازي عن لقاء الرايد لتعرضه لشدف العضلة الخلفية استعانت إدارة الحد البحريني بإدارة النصر السعودي من أجل حصول على وسيلة التواصل مع مالك معاد وطلب النادي البحريني بشكل رسمي انضمام اللاعب للصفوفة في فترة انتقالات الشتوية القادمة ووافق مالك معاد على العرض المبدئي أكد الحسين اليومي أنه قبل بمنصب الإشراف على فريق نجران في بطولة كاس الخريجي التي ستنطلق بمشاركة الفريق ابتداء من غدا الأربعاء حذي سيلعب مع فريق السالمي الكويتي على ملعب نادي الأخدود هنا في رسائل خالد القرنيس اللي يقول النادي اللي يفاوض لعب أثناء سيران عقد أليه عاقب عكيد طبعا إذا ما دخل اللاعب في فترة الستة أشهر لازم يعاقب السليماني يقول طيب إيش الفرق طيب حسن العتيبي أخذ مخالصة من نادي الهلال في منتصف الموصل هذا إذا كان بموافقة جميع الأطراف يعني الهلال وحسن العتيبي موافقين أنه خلاص في سالفة سعود كريري الموضوع مختلف في واحد يبسخ العقد والطرف الثاني ما هو الدين بسخ العقد ناخذ اتصال أبو حسن أبو حسن يا أهلا سهلا يا أهلا أبو حسن تفضل الله يستلمك أول شي يعني أنا اللي سألت عن لما أنت تكلمت عن لوائحة الفيفا فكان يمكن عندي شوية لفت لكن أشكرك على التوضيح الله يستلمك تفضل الله يستلمك هل في شي ثاني تبضيفه أبو حسن ثاني شي يتكلم على يعني غياب نور المباراة اليوم أنا مان اتحادي لكن يعني في أكثر من برنامج يعني الكل يتكلم نور من أكثر اللعبين انضباطا في نحن نتكلم على إصار أمس حين لا ندخل في الفترة الماضية لا يعني تستغرب هو غريبة صح بالضبط تستغرب غياب اللعب خاف أنه من ضبط يعني لو كان غاب مثلا مبروك أو مثلا يعني يعني ذكر أنه أسام المولد غاي بالي المباراة لأنه ما تمر مبروك زايد ممكن لكن غياب نور كان هو الغريب يعطيك رافيه أبو حسن أشكرك وأشكر عبد الله وأشكر كل العام شكرا لك شكرا لك شكرا حتى عبد الله وعثمان ناخذ التصال أبو ناصر تفضلي أبو ناصر السلام عليكم عليكم السلام حياك الله يا أبو ناصر بخير أبو حياك الله يا غالي تفضل بخير الله يبارك فيك أخي زايد أنا أود أن أتكلم بس نقطة سعود كاريري ومفاوضات الهلال سعود كاريري أنا لا أدري هم ما قالوا هم ما قالوا هم ما قالوا أشف حني ما أود أن نظر لما الهلال هذا الواضح هذا الواضح لأن الأمير عبد الرحمن بمساعد وحقاقا للحق قال نحن ما ندخل في سعود كاريري ولا فاوضنا ولا كلمنا ولا ندري عنه فالآن الهلال رأي تبيض يعني ندخل نحن قاعدين نتكلم على الكلام اللي قاله وكيل أعمال اللاعب يقول أنا جايني عرض من نادي سعودي ونادي قطري المفروض اللي يعاقب وكيل أعمال اللاعب واللاعب إذا حتى هو فاوض أيضا يعني والله شوفت هذا من فحة يعني لنباء الهلال فاوض سعود كاريري والله يعني ما أتوقع يعني لاعب ما احترام له يعني 30 سنة عمره أو فوق 30 ودار في الهلال السنة هذه ومن السنوات اللي راحت يعني تعتمدى اللاعبين الشباب يعني ما أدى الأعمار متوفق لأعمار 23 سنة يعني ما أتوقع يعني أنه ما راح يفيد الهلال ما أتوقع أنا هلالي ومره متأصد بس ما أتوقع أني يجي بس عود كاريري ما أتوقع نيعين طيب يعطي كلام لا الوعب حصلا من السنوات اللي راحت اعتماد على نصر الشباب صحيح أتفضل والنسبة بس ودي أتكلم بس عن موضوع شسو لا إله الله وش خلاص لا لا قل قل عادي خد راحتك وش تبي في وقت يعني اي راح ما عليك ابن حلال أنا ودي أتكلم بس برا عن الموضوع عن دوري طالي وتسمح لي بس اتفضل اتفضل أنا ودي بس أقول جماهير اسميلان وانتر ميلان ولاكش وروما انترال قريب راح ينهانون اسميلان وانتر ميلان من كونتي بإذن الله والله وراح نسمى لمشاط بإذن الله شاد حيالك طي أوكي ياتك العب نصدرين لازم تصدرين وبكرا ان شاء الله بإذن الله راح نتاعي الدور 16 بإذن الله بالتوفيق يطلع الفاصل وراجعين مع برنامج الجولة مع قرب انتهاء عقود اللاعبين وفتاة انتقالات شتوية اللي راح تكون في شهر يناير طبعا الهواش موجود في كل مكان الاندية مع اللاعبين وعظام ميساري دارة مع مدراء الكرة دعوة مرة مختبصة عموما نروح لنادي الاتفاق قبلها بس بوجهة تحية لعلي الصحن علي ظهر ولا ظهر بس ماشي يقول الخبر سلكت قضية تجديد مهاجمة الاتفاق يوسف السالم الذي اقترب من دخول الفتاة الستة اشهر الاخيرة من عقده من حنى اخر داخل البيت الاتفاقي بعد التصريح الاخير اللي بثه المركز الاعلامي بالنادي امس لعضو مجلس سيدار محمد الصدعان المشف على الفريق الاولمبي والذي وصف به عدنان المعيبد عمين صندوق النادي بمروج الاشاعات التي لا تخدم الكيان وتثير الجماهير والرأي العام وتشتت ذهن اللاعب يوسف السالم عن الفريق كما جاء في التصريح المنسوب للصدعان ضد المعيبد ردا على احدى اللقاءات السابقة التي وصف فيها المعيبد اتصالات الصدعان وخالد الحوار مدير الفريق بوكيل السالم احمد القرون اثر سؤال من مراسل المباراة الميداني بانها انحدثت تأتي كاشتهادات منها لابقاء السالم اتفاقيا فمعد الفترة اللي راح يصرح يعني وقال لني ما راح تنازل كثير عشان يعني بتنازل بس بتنازل شويا هنا في التحدي الاسيوي اعلن التحدي الاسيوي لكوات القدم قائمة الاندية المشاركة في دور ابطال آسيا 2013 بعد اعتماد توزيع مقاعد الدول في النسخة المقبلة طبعا بالنسبة الاندية غرب آسيا وشرق آسيا يشارك فريق تراكتور وصيب بطولة الدوري الايراني المرة الاولى في تاريخ البطولة الى جانب سيبيهان والاستقلال في حين يشارك ساباي قم صاحب الايرانيين هذولي المركز الرابع في بطولة الدوري في الدور التمهيدي ويجري سحب قرعة الدورة الاول لدوري ابطال آسيا يوم الخميس بعد بكرة حيث سيتم ايضا صاحب قرعة الدور التمهيدي وقرعة الدور الاول في كأس الاتحاد الاسيوي اما في الدور الاول فيشارك الاهل السعودي وصيف حامل اللقب الى جانب اندية الشباب بطل الدوري السعودي والهلال والاتفاق في حين يمثل قطر كل من لخوية والغرافة والجيش والريان ويمثل الامارات كل من العين بطل الدوري والجزيرة بطل كأس الامارات في معنى مداخلة عبدالله تفضل السكرة بخير أخي سامر حياك اللي عبدالله ترى بقي لك نص دقيقة يمديك ولم يمديك والله بخير الله يبارك فيك آخر اتصال معنا مسك الختام الله يسلم أنا فقط أنا فقط أنا فقط أشدد على دور بوكلان اللاعبين دورهم سلبي مع اللاعب صراحة ما يخدم اللاعب ما يخدم اللاعب يعني صاروا يتخذون دور المحرز على اللاعبين أكثر من دور المساعد لتطوير مهارة اللاعب لتطوير عقود اللاعبين يعني إذا من طالب اللاعبين أنه يصير عندهم فكرة احترافية والوكلة بالعقلية هذه شون تبي الرياضة تطور الآن أنا قلت قبل شوي عبد الله وانه صار الكل الآن ما في شروط وضوابة واضحة لمنح الوكلاء الرخصة يعني أنت أي واحد الآن عنده كذا لغة شوي ممكن هو يصير وكيل العمل اللاعبين يعني ما فيها قضية الله يسامر يعني الموضوع حتى يعني يتعدى موضوع الوكلاء يعني رياضتنا محتاجة لتنظيم أكثر يعني يعادة هيكل لإدارية لكل نادي يعادة هيكل المالية للنادي يعني أمور كثيرة وانا ما بغى أخذ النقطة شكرا 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 لأستماعكم البرنامج جول أذكركم الشعلة والأهلي بعد شوي والاتحاد والرايد والهلال وهجر نلقاكم في برنامج شغل ف 11 10 مساء تمسون على الألف خير